مساء الخير أو صباح الخير النهاردة بعمل يعني فيديو خاص بخصوص الشيخ الدكتور عائد الجراني ما عرفش أنا بقولها بالمصري عادد الأوراني بس أنا هقولها عادد الجراني زي السعدامة بيقولوا الحقيقة الفيديو ده شفتم من يومين فيديو غريب شوية الدكتور عائد الجراني جه يقول للمجتمع السعودي sorry I feel sorry ليه بقى؟ ليه؟ أصله اكتشف يا ضنايا أنه طلع غلطان الدكتور عائد الجراني اكتشف أنه مش ماشي على الإسلام الوسطي صاحب الصحوة الإسلامية من يمكن 30 سنة ليه فيديوهات كتيرة درس في قنوات كتيرة راح مؤتمرات كتيرة كتب كتيرة وزع لناس كتير أفكاره في العالم الإسلامي وجاي يقول قال إيه؟ sorry والمين؟ للشعب السعودي ليه كده يا شيخ؟ اكتشفت أخيرا من قعدة وحدة مع الأمير محمد سلمان يعني كرم الله وجهه يا شيخ قعدة وحدة اكتشفت اللي انت درسته في علم الحديث والفقه وكل اللي انت درسته أنه طلع أي حاجة طلع إسلام مش هو إسلامك يا شيخ بزمتك ده كلام ده يخيل على مين؟ يخيل على مين؟ هو القعدة مع الأمير كانت بتضيف لك شهادة كانت حتضيف لك شهادة فوق شهادتك انت عارف طبعا شهادت الدكتوراه وشهادة تانية بس طبعا يعني معلش معلش الإنسان دايما بيخاف والحركات دي بس ما خفتش من ربنا دي بقى رسالة للشيخ عائد الجراني ما خفتش من ربنا لما أكتر من تلاتين سنة بيوت اتهدمت نساء اغتصبت شباب ضحوا بنفسهم عشان ميصدقينك أطفال اتيتموا أرامل دول فلوس نسجاعة اليمن سوريا مصر ليبيا في كل حتة نشر أفكارك ده غير ايه؟ ده غير الأدمغة اللي مليانة فيروس قنابل موقوطة من رأس الحربة عائد الجراني خايف من الأمير ومخفتش من ربنا اكتشفت يا صاحب الدكتوراه إن الإسلام اللي انت مشيت عليه ده كله إسلام مش وسطي آه يا وسطي نقول لك ايه؟ بصراحة أنا عايزة أقول لك وطالع كمان تعتذر للشعب السعودي وتقول اهي غلطة غلطة ايه يا باشا غلطة ايه يا شيخ حرام عليك انت لازم تطلع تعتذر على لكل الدول اللي تهدمت بسبب أفكارك وبسبب فكري تاني حقوله لك دلوقتي أنا مش هختشي إن أنا أقول لك أفكارك هي اللي عملت البلاوي دي كلها بلدنا مصر كانت أحلى بلد بسبب أفكارك وصلت بلدنا للحضيد أمخاخ مليانة قنابل موقوطة تعتذر تعتذر على الدم إيدك مليانة دم حياتك مليانة دم أكلك مليان دم فلوسك كلها دم اطلع اعتذر للناس دي كلها وتعتذر وتختفي عن الوجود بس قبل ما تعتذر وتختفي عن الوجود مش بقولك حاشة إنك تموت لا 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 ما اتمنلكش إنك تموت بس محدش يشوف سوري إن أنا أقولك وشك تاني حضرة الشيخ عايز أقولك كلمتين حطهم في ودانك من واحدة كانت مسلمة سابقة من واحدة كانت بتتبع طريقتك في فترة من الأيام بس الحمد لله اكتشفت الحقيقة قبل فوات الأوان بس أنا معيش دكتوراه إنت معك دكتوراه معك دكتوراه وعارف الطريق والغي اللي إنت ماشي فيه انقذ انقذ كل المسلمين اللي على وجه الأرض بإنك تقول الحق مش تنقذهم من الحياة الأرضية أي حد ممكن يموت لكن أنا بقول انقذهم من جهنم وانقذ نفسك وكلمة بقى لكل من سمعه عائد الجراني تخيلوا ده الدكتور دحك عليكم وكلهم على هذا المستوى كل واحد فيهم بيدحك عليكم هارفين ليه؟ عشان جيوبهم تبقى مليانة عشان بيوتهم تبقى مليانة علشان يبقى ليهم سلطان عليكم ابحثوا في الكتب وهتقنتوا لا حد فيكم ما فيش ولا واحد فيكم ناقص رجل ولا إيد ولا عين ولا مخ ابحثوا في الكتب عشان تعرفوا الحقيقة وانا عايزة أقول كلمة أخيرة لعائد الجراني يا سوريك سوريك معك مش معنا يعني أسفك معاك شمعنا شكرا 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 شكرا